اشتركوا في القناة والحلوة واحدة من مظاهر هذا الفرح شكرا لك يا أستاذ مرقصيم شكرا لكم كلكم الناس داخل وخارج الستوديو وقال في صلاة وسلام على حبيبنا مصطفى عليه الصلاة والسلام وكل سنة السودان وخارج السودان كلهم طيبين بالمناسبة العظيمة دي والحلاة طبعا مصهر مكمل أو يمكن يكون شيء أساسي في الاحتفالات بالمولد النبشري لكن أنا ما خليت الدقيقة أستاذ ما تسمى الدقيقش يا أساسي وحتى الليلة لازم ناكل عيش حناكول الحلاوة بس لا الليلة الكلام تدوها هنا لليمونة ولا كرخ الليلة حنركز على الحلاوة طيب بتكلم لين عنها شوية من ناحية التكوين من ناحية تأثير على الصحة إذا كان إجابا أو سلبا والله طبعا هي نحنا نجزئة أول حاجة نتكلم عن السمسمية والحمصية والفولية نتكلم عن المضاف أول السمسم والفول السوداني والحمص كل واحد فيهم عنده جدول بتاع فوائد يعني إذا مسكنا السمسم نمسك هم الفوائد السمسم موسع للشعب الهوائية السمسم بيقلل مشاكل الجهاز الهضمي السمسم بيدي نطاقة 100 جرام منه 375 سعر حراري ماشي ساهل نعم لأنه بيطلع منه زيت السمسم صح نعم بنق البشرة بنقو البصيلة بتحت الشعر فمزاياه عالية جدا جدا ده بالنسبة للسمسم بالنسبة للفول الفول بيقلل نسبة فقدان الزاكرة الفول فيه حمضة مينية قوية تقارب أن تكون تماسل اللحمة عشان كده بنستخدم الدكوة في الطبيخ ممكن تحلينينا محل اللحمة اتنين اوقية من اللحمة معلقة كبيرة بالساولية اتنين اوقية من اللحمة الفول فيه طاقة عالية ممكن انا اديه للطفل يأكل منه نسبة عالية فيه الأفلاتوكسين بتخلص من الجزء الفوق على اساس انه ميده الرني ده بالنسبة للفول المزايا بتحت الفول ذكرنا بعضا منها الحمص الحمص بروتيني قوي جدا اللي هول كبكبه كبكبه نعم فيهو نسبة عالية جدا من الأليا فيهو نسبة عالية جدا من الحديد برضو يقارب ليكون فيهو جزئية من اللحمة اللي هم نحتمد عليه وممكن نطبخه الى اخرى من التخاصيل الاشكالية الفعلية انه انا نسبة السكرة موجودة في حلوة المونة عالية شديدة يعني لو لاحظنا السئلة ومساكنا قطعة من القطعة اذا سمحت لي تيتيني مثلا الفولية الفولية طيب هذا الاساس انه يعني مسلا السديق كملعقة من الفول ممكن تكون عبارة عن ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة الباقي ده كله اذا عمله سائل جدا جدا انا بجيب كوب كبير من السكر او على حسب الكمية الدائرة يعني دي الكوب الكبير من السكر ممكن عملي سيطة جطعة من دي باعجده السكر ده بخلي معقود بكبالي ونكهات ماء الورد او غيره وبكوف فيهو كمية الفول بانسبة بسيطة سكر بس يعني هو الابيال ده كله سكر الابيال ده كله سكر ونكهات اعجده كويس يعني اخليه يغلي في النار كويس واجه اقبالي ونسبة بوسيطة جدا 7-8 ملاعق فول واطرحه في صينية واجه اقسمه اقطعه في البيت بقدر اتحكم في السكر صح؟ ايوالله فيه لكن هنا مشكله اساسه لازم يكون السكر يعني طبيعة تركيبته او عمله لابد ان السكر يكون كدير مهما تحكمتي حتقومي تطلن الحاجة عشان الغوام لازم ما منقدر نقوله على حلو تلمولي ده اللي بنعرفه ايوه لازم سكر يكون كدير يعني لو لاحظت عندنا الحاجات بيبيعوا ملصك فيه والسكر نعم نعم هنا دي ممكن تكوني لكن ما منقدر نقول على حلو او مولي لكن هي فول اكتر ايوه نقول على فولية فولية السكر هو بس بلصيقة سكر بلصيقة عبارة عن المكون بتاع الفول ذاته يتلصك مع بعض لكن هنا عدد جرامات السكر عالية شديدة التوصية بتقول لأي شخص طبيعي بانه انا يعني اخذ مية جرام منها بس مية جرام اما ناس السكري فما في حرمان ما في حرمان على الاطلاق يعني ما ما يعني يأكلوا بنا يأكلوا منها لكن اقل من المية جرام المية جرام هنا قدروا شنو يعني طبعا على حسب الوزن بتخدها في ميزان حساس دي اقل من المية جرام ما كتير لكن يعني دي ممكن بتاع سكر يأكلها ممكن يأكلها عادي جدا ممكن يأكلها يلا في ناس بتعمل جودة في الأداة بتاعها في التصنيع ان بكون نسبة السمسم أو الحمص أو الفول يعني عالي ما عالي لا يعني بتكون مثلا ما ملعقة واحدة في قضعة ممكن يكون ثلاثة ملاعب يعني بكون لها مكسبة اكتر شوية من النسبة اكتر يلا ممكن انا نجي الفول او اخذ الشيلة الجوزئية بتحت السكر دي حاول اتخلص منها فيها مشكلة كبيرة فعلا الجوز الهندي الملعونة الجوزية مسميها الجوزية يلا جوز الهندي فيه طاقة عالية جدا جدا لما الأقوية كمان اعقدوا بالسكر هنا طوالي زي 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 عندكم السكر زي زي تقيلة بصورة غريبة اذا اذا عندكم السكر خفاط عفوا انغسطي بالحلاوة دي اللي هي الطاقة عالية جدا برضو فيه نسبة عالية جدا من للبشرة مفيد للبشرة فيه هو مرتب للغازات الجوز يعني كل المواد الغذائية المضافة للسكر دي هي ما سهلة لكن بيجي السكر يعمل لي لاشنو فهم بتاع شنو يعني مثلا عندنا زي الحمصية الكبكبة من الصفات الموجودة فيه انه بينقص بس السكر في الدم يعني في معادلة في معادلة يعني اذا بقيت حريصة لانه وخلي نسبة السكر متكون عالية هنا الحمصية بيكون فيها فايدة لانه اساسا نسبة السكر هاي اصلا هنا بيسحب كمية زي اللي بعزز الانسلين كده اللقوم فيها صنق عربي في اضافات بتحت الوان يلا اضافات الالوان دي اي ودي تقيلة بيصورة غريبة تقيلة كيفية؟ لا يعني تقيلة فيها سكر كتير اه قصدك سكر كتير لا تقيلة كتير لا تقيلة كتير يلا تقيلة السكر دي معطى في كل حلاوة المولي يعني احنا بتبقى نصيحتنا بأنك تخلال اليوم مزيق في المية الجرام والوزول السكر يحاول يمرق نفسه اللقوم فيها الصمغة العربية بيعمل على ترتيب الغازات الصمغة العربية بيعمل على بتوازن البولينا السكرين دي تازير وبيعمل على محاولة تعزيز البنكيرياس بقدر المستطاع اللي يخراج الأنصرين فبتبقى اللي تكون دي إذا ما فيها نسبة السكر عالية والصمغة العربية فيها عالي ممكن تعديلين لأنها تكون فيها فايدة غزائية أعلى من الباقي نعم مستاذ نفيسة يعني اذا تكلمنا عن الإضافات وحلاوتال مولد في أنواع منا فيها إضافات يعني الألوان دي خاصة يعني في تغريبا حلاوة مولد بكل الأطفال في شكل عروسة في شكل حصان دي بتكون فيها ألوان كثيرة فكلمينا عن الإضافات الألوان عموما في الغزاء يعني فيها ضرر ولا بتكون أصلا الإضافات الغزائية الإضافات الغزائية أو المضافات الغزائية ضرر أكتر من نفعة لأنها ما بتعرف تبقى حساسة معاك تبقى حساسة معاي لا بد من تناوله وبعددك بشوف النتيجة في ناس ممكن تعمل لهم سخانة في البول في ناس ممكن تعمل لهم وجه في المعدة في ناس ممكن تعدي إنه بيكون استقلاب المادة الملونة دي هي طبعا مجازة يعني صحيا مجازة بإنها هي متضر الصحة لكن مكانيكية شخصي لي آخر بتختلف بزات الأطفال بطبعا مع المولد ومحبة يوم قفلة تميس دي دائرين الحصان دائرين العروس دائرين شنو فدي كلها فيها جزء من المضافات عالية شديد والدليل على كده بنشوف أنا كان عندي صورة في الكنترول لعروسة نولد كده لون أحمر اللون الأحمر ده هو جزء يعني يعني إن شغاري بيكون أكثر من 30% لإن مضاف أصناء التصديق بعد ذلك بيتي شكل القالب بيطلع لك شكل العروسة شكل العروسة والحصان شكل العروسة والمولد يلا هنا يعني مثلا محبة كده الأطفال ممكن بعد ما يجيبوها وشنون كسروها يا كلوه يلا الألوان دي حقيقي ضرر دي العروس عروسة المولد المعادة الوصيكة ولا شنو؟ وليت نين عروسات؟ ذكرتني كاركتير كده محتجي إنو ليل عروسة المولد بيت 250 فقام ردة عليه وقال له خلاس تبتاخد نطلغة أو بايرة ماذا لن عمر عاية أصنع؟ شكل العروسة معنا الأمهات أزعار اختلفت يعني ما في كلامنا ستا زرافيسة معنا الأمهات يعملوا كنترول على الأطفال لأنه كمان بنعرف ضرر الحلاوة الكثيرة على الأسنان صح؟ ما في شك الله يواي يلا مثلا هما ماموسي نحن عندنا زي عشرة يوم كنا محتفلين بل مولد في ناس محبة للا الاحتفال بيد المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم ورا يوم ممكن يمشوا يمشوا المدايع يشوف يلا بيتناولوا يلا التناول في خلال العشرة يوم دي ممكن إذا الطفل عنده بداية تسوس ويلا طواله صينية جنبه كده ممكن تعمل زيادة في تسوس والأسنان إذا خاصة إذا مستك بعد التناوله وممكن تعمل ألم في البطن كل مكان خمس سنين ممكن تعمل وجه في البطن إذا كانت الكمية أعلى وفي أطفال حساسين يعني زي حلاوة لكم دي ممكن اللون مع الصمق العربي مع الخلطة طواله تعمليه ها يلا التوخي الحزر في الكمية في الكمية الكمية أن تكون تأخذ المناسب مع الشخص المناسب أنت كنت تقبل 100 جرام في اليوم مية جرام في اليوم مسموح لكل الأشخاص العاديين أما زور السكري فيعتبر شنو حالة مختلفة نعم أجل ممكن يأكل كم مرة بكرة بكرة يعني الحاجة النفسي فيها لأنه هي فترة محدودة والنفس ده تدخل في الحاجات الحلوة الحلوة أي حاجة ممنوعة مربوطة يلا هو يتوخى الحزر في مع الفحص إذا فحص كويس ممكن مثلا زي السمسمية دي زي سمسمة عالي يأكل نص الجضعة بتحت السمسمية اللي هي بتكون أقل من المية جرام الأفضل الليو هنا مثلا فيه حاجة بتكون أقل أفضل حاجة بالنسبة للإزول السكري حمصية الحمصية مناسبة جدا لأن الحمص أصلا معزز قوي جدا للبنكرياس ومفيد خالص الألياف بتاعته يعني الطاقة بتاعته ذاته موزونة ما زي السمسم السمسم عنده طاقة عالية جدا إذا أعرف زيت السمسم طاقته عالي شديد والفول برضا برضو فيه الدهن كتير ونحن دايما بنحبز لزول السكري إنه لأنه جسمه محيب لتكوين الدهون أو الدهون السلاسية فنفضل إنه دايما الحاجة اللي بيكون فيها دهون متكون مشبعة أو دهون فيها مشبعة عالية أو الزمرة بتاعتها تكون مشبعة لأنه الضرر بيبقى بتاعها عالي ما كمان تبقى فرحة مولد وزيادة السكري ومشكلة نعم يمكن فيه نقطة برضو مهمة جدا نتمنى إنه العرض يكون صحي يعني الحلاوم لو كانت مكشوفة بتأثر يعني لو كان فيه أقربة أو غبارة أو كده لا في شك لاحظت من حلقة مولد لحلقة مولد فيه عناية مختلفة يعني تلقى فيه ناس عندهم أكياس يمقافلين بجزاز وانا ما نيجي يسلمها لك بيسلمها لك في التقرير كان بطريقة كويسة واخدتها لك في مظارف الغبار ناقل للأمراض لكمية من الوبر للقطاة وهي لا بتتغسل ولا بتخش نار ولا هي حاجة طبعا الغبار في كمية من الجراسين مشكلة حقيقة وفي حاجات الممكن إذا كانت مكشوفة وفيه لقبار الذكر والغناية كل ممكن يدخل ممكن يؤثر والله حقيقة السؤال لذلك عجبني جدا كمان فيه مشكلة ثانية يعني الناس انت بتدعملي معاي انا بشتري منك القروج دي ماء وصخانة جدا طبعا القروج دي حايمة كل العالم يعني فيه الخرطوم فيه مدني فيه الفاشر فيه نيالة فيه السودان لا فوق حايمة ويجي بيديك بيده ليه ما يلبسوا الناس غفازاته مفروض على فهم صحة الإنسان مفروض يكون لما انت تجي تناولها من الشخص تناولها بصورة سيفتي أكتر نعم بصورة يعني محمية أكتر على ذكر حماية صحة الإنسان فيه حاجة أنصي بيها انه يعني حلوة المولد دي ممكن تقول ان عملة السنة فاتت فدي من الحياة المؤسفة فعلي خطيرة اي يعني انت وطل لحلوة قديمة لانه ممكن يكون يعني تخزين حطأ فيه حاجة فسدت ممكن يكون دخل حاجة فار كذا خيره فحقيقي يعني اسي دي شكلها طازة يعني واضحة جدا القديمة من جديدة لا أكيد أكيد واضح اي القديمة بتكون قوية هو الحاجة شديد التاني حاجة بتكون اللون بكون يتغير شوية بيكون فيه تغيير في اللون خروم كذا ولي تعني تكون صعش ثقوب ممكن مشكلة حقيقة ما بتتخزن يعني اي الأمانة تلعب دور كبير جدا في حلوة المولد لأنه لا هي بتتخزن أنا ممكن أعملها خلاسنا بتتخزن لا بقصد لك بمعنى أنه يعني ما قد خزن كتير يعني ممكن تفسد يعني زي ما قلت انت هسا هي بيبقى فيها ضرر أكتر مما فيها ما زي الجديدة هي بتتباع بتتاكل لكن ممكن يكون فيها ضرر بتاعنا نفدت كمية من الطيمات الوزائية طيب الزول يعرف إنها قديمة ولا كويسة كيف؟ في شكلها ممكن يزهر إنها قديمة جدا بتبقى قوية جدا جدا حجر أيوة يعني حتى الزول الأسنانه كويسة بكون عنده مشكلة في إنه يتناوله أما كبير الزين أو زول عنده مشكلة في الأدراس بيخليها حسنا كويسة إنه في التصنيع مراعين إنه في حالة ممكن تكون لينة لكبار الزين وللأطفال وكده طبعا كبير الزين ممكن أنا أوصي بطريقة جمينة جدا تتقدم ليه لأنه من مشاركات داخل البيت للزول الكبير إنه تتدقة وتتعمل ناعمة كده وتتشال تتدقة بالملعقة لا يا صفات تاخد بالملعقة بس لو ما مسكها كده وقلبيشها كده خلاص ده ما كبير سين لأنه كبار الزين مربوطين دايما بيينه الأسنان بتاعدي هل في الزبادي بالمعلقة؟ لا ما هيشه لا يسا نزول عمره 95 أو 90 سنة يكون أصيب بنسبة من غياب الزاكرة والناس جاءت يقتل مولي تحتفل معه كده ناعم في أمراض تانية غير السكر ممكن الحلاوة تتأثر بيها؟ ولا بس السكر يعني؟ والله في أمراض الجهاز الهضمي ما زي ما ذكرت بيلك الأتربة ممكن ممكن الحلاوة لكوم تكون فيها مثلاً النسبة تحت الألوان عالية ناعم ممكن يأثر عمل النفاق يلا في بس السلو لاحظنا قضعة السمسمية مخطوطة على الفولية ممكن هنا إذا كانت حساسية السمسم عالية وجاء أكل تأثر طوالي حتى الحاجة البسيطة دي حتى بسيطة يعني دي لو تخطت كده ممكن تكون فيها تأثير بعدين لو كلتها الحساسية الغزائية واحد جرام ممكن تفرد معها كالريحة ساكت ممكن تفرد معها يعني أنا أنت قلت لك حاجة مهمة جداً يعني أنا أنديلتها بغولون وفي البيت الشطة دي ما بخلي كنت أحبها لما الريحة بتأثر معي أقول لي كيف الريحة تأثر؟ لا الرائحة يعني بتأثر لا كيف ما هي ماء هي رائحة العطرية لما تشتم ممكن تأثر على الجسد صح الناس من تغضوني يقول لي ما ما بتأثر لا لا بتأثر طيب أستاذ أنا في سنة في سؤال يعني حبا سألك لي وصراحة أنا ما عارفة هل هو يعني مجرد تناقل المعلومة دي خطأ أو هي صحيحة؟ بقول ليك دايماً المعلومة دي هي في الفول في الفول السوداني نعم بقول ليكي البزرى في بين الفلقتين دي بتعمل سرطان لا دي ما فيها شك دي فيها دراسات شوفت الفول إذا كده سمحت لي نحن طبعاً على حسب محبة الأطفال ممكن تلقى الطفل بقلع الفول ده كده يأكلهم نحسا براوة براوة أي برضو دي من الحياة الكويسة لكن إذا كانت النسبة عالية أنا كنت بالضبط دايرا وريكي الدراسات قالت شون دي كده مسلا استطلعت ليه سالكاميرا جابت ليه قريب هنا المقدمة بتحت الفول دي الراس ده؟ الراس الفوضي أسه حالياً هو ما فيش نعم دي فيها فطر اسمه الأفلاتوكسون فطر الأفلاتوكسون حاجة صغيرة أساساً في النظافة بتقيت طلعها الأفلاتوكسين ده تمت الدراسات عليه في إنه في الأسماك والطيور عملت خلايا مصرطبة في الكبيت بالنسبة للإنسان ممكن تعمل أكياس في الكبيت لكن ما زالت الأبحاث والدراسات تشير لإنه هل هو مسبب لسلطان الكبيب للإنسان أم لا لكن يعني ممكن إذا إنت محب للفول السوداني بصفة كبيرة بطريقة تشال تشال يعني أصل نشطور النظافة حاجة ما يختلف ففاتنين يعني إنت تكون واسق في الشخص المنظفة خصوصاً قبل الطحن فالبروزة اللي فوق ده هو الناقل دي معلومة علمية تماماً ما فيه أي تناقل خطأ هو ناقل أولا بد من نظافة الفول بصور الفول السوداني بصورة كويسة لأنه غيمته ما ساهمة والحاجة يغز هايمر يعني الزول ممكن أن يحافظ على ذاكرته أطول فترة ممكن بسببه الحاجة الثانية فيه الطاقة عالية الحاجة الأهم من كده إنه معلقة واحدة منه تعمل لي اثنين أوطية من اللحمة نتمنى أنه كمان الناس اللي بتعمل الدكوة الفول الدكوة يتسحين يعني يتطلع الحتة اللي انت ذكرتها ناقل للناس ما مضمونة يعني يعني ياريك الناس غادة تأكل الفول من غير تعمل الحاجة نتمنى أن نقل بصحة النس بس تتوقع الحذر طيب نحن ماشينا الفاصل عشان ناكل لنا سمسمية وفولية ودي أنا دي بخليها لداليا الملوانة دي نشكريك وننتقي المباشرة اللي باصل كل سنوان أنتوا طيبين نعم ترجمة نانسي قنقر نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا